احنا في يوم السبت من بداية الأسبوع و احنا جرى العرف كده هنا في برنامج التاسع انه ده يوم أستاذ وائل لحد ما يرجع بالسلامة اي حد فينا بيكون موجود بنقول كده انه لحد ما يرجع بالسلامة وما كانوا طول الوقت على مدار أكتر من سنة في فترة التعب كان محفوظ وكان موجود وصيرته كانت حضرة كنا بنحس برضو بحاجة غالية جدا انه طول الوقت صور أستاذ وائل موجودة على صفحات البرنامج لم يتغير شيء رغم عام طويل مرة على كل من يحبون هذا الرجل ويتابعونه كل ما نخرج في مكان في الشارع كان السؤال الأشهر اللي احنا بنتسئله السؤال اليومي أستاذ وائل رجع انت الحقيقة اذا كان دي ارادة الله واذا كان أستاذ وائل ربنا اختاره في الوقت اللي ربنا أراده واحنا ما فيش حاجة في قدينا وانتظرنا وتوقعنا خير وترقبنا شفاءه لأنه الأسبوع اللي فات كان صادم أكتر بكتير حتى صدقوني من صدمة الوفاء لأنه كلنا لها وكلنا راحلون ولا يبقى إلا السيرة ودايما لما حد بنحبه كده يمشي نقول السيرة أطول من العمر فنفتش في سيرته ونشوف الشخص ده عمل إيه في حياته فنتعلم ونستلهم حاجات كتير جدا فلأنه هذا الرجل كان صاحب تاريخ كبير جدا فبصراحة كده على مدار الإسبوع اللي فات إحنا وناس كتير صعبان علينا أنا شخصية مش أتكلم بإسم حد بس أنا يعز علي أنه هذا الرجل تتلخص سيرة الحديث عنه في أننا نتكلم بس عن تحقيقاته وعن إجراءاته وعن سبق صحفي وعن محاولات لكشف جديد لا 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 الحكاية يا جماعة محدش فينا يتمنى أنه هي دي ملخص مسيرته فلأننا نحب هذا الرجل ونحترمه ولأننا زاملناه جميعا ولأنه فيه مننا زامله واشتغل معاه سنوات طويلة وأنا مثلا واحدة من ناس اللي أقل حد احتكيت به اشتغلت معاه وقت قليل لكنه ترك هذا التأثير وهذه السيرة الحلوة عند كل الناس فإحنا بنتكلم عن شخصية جميلة وكبيرة ومهمة فيه تاريخ الإعلام اللي لا تستاهل أنه نتحدث عنها بسيرتها وبتاريخها وبمسيرتها أكتر بكتير من أننا نتحدث عن أخبار طبعا طبعا يفضل لكل صاحب حق الحق في أنه يطالب التحقيق وأنه لو كان حصل إهمال فحبنا لهذا الرجل وغضبنا على هذا الرجل وغضبنا على أي إهمال ممكن يكون تعرض لي وهو فضل واختار على مدار السنة كاملة الصمت فحقنا حكتين أو حق علينا حكتين أولا أنه إذا كان له حق لي والغير ومن كتير من المرضى تعرضوا لإهمال طبي يبقى الحق لازم يرجع ولازم تبقى فيه تحقيقات عادلة وإذا كان هو فضل ألا تثار هذه الأقاويل أثناء تعب ومرضه فهو أكيد كان عنده رؤية فحنا خلونا نتعلم من هذه المدرسة أنه أي حد يحاول يفقعك في فخ كده شخصية كبيرة ومهمة فأنت تتكلم بس عن خبر وفاتها لكن لا تتحدث عن سيرتها وحياتها فأنت بتختزل كتير جدا